من فترة أعلنت سوني عن البلاي ستيشن فايف برو وببساطة كان أعلان كارثي فسعره وصل لرقم لم يشهدوا التاريخ ووقتها احتاجوا مجهر ليعرضوا الفروقات ولذلك بحثت عن أرخص طريقة أحصل فيها الجهاز ودخلت أعمل له طلب مسبق من الإمارات وسعره كان يعادل 850 دولار يا زلمي هاي أول مرة بكون مالي مقتنع بشراء شيء لهذه الدرجة وكان هذا السعر بدون القاعدة أو قارئ الأقراص وحتى لو ردت أشتريهم فكانوا غير متوفرين وفعلا طلبتها على عنوان صديقي هناك بس عندي أمل صغير أنه تكون أفضل مما قالوا عليها وهلأ بدي أنتظر شهر وأسبوع لكن وقت صار يوم الأصدار اتغير شعوري تماما الحمد لله وصلت لبلاي ستيشن على عند رفيق بالإمارات وصلت وصلت لحظة ليش أنا متحميس؟ مو أنا أساس أنا مزعوج منه ومن سعرهم وكان هذا هو السؤال اللي أحبطني من جديد فبعد العديد من الاتصالات وجدت مكتب شحني وصلها لتركيا بس قال لي ريد عدة أيام وللأسف الشحنة تأجلت لدرجة أن الجهاز توفر بالسوق المحلي وبسعر لا بأس فيه وما استفدت شيء من الطلب المسبق فهون خطرت لي فكرة واتصلت بصديقي وقلت له مطر اشتري لبلاي ستيشن من السوق فأريده بأسرع وقت من أجل المراجعة وعرضت عليه أبيعه جهاز الإمارات لما يصل وقلت له مستعد إخسر لك بالسعر لك هذا رفيقي على أكتر واحد بحب الأجهزة وتجميع الأجهزة لك قال لي ما لي مقتنع بالجهاز إذا هذا ما اقتنع بالجهاز ميم ده يقتنع فيه وبعد يومين خطرت لي فكرة متأخرة أقلت ليش ما أكلم صاحب المحلي اللي أشتري من عنده عادة وعرضت عليه موضوع ووافق فخرجت من المنزل فورا ورحت لعنده السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ماذا جالدون وفعلا دفعت له السعر الذي يريده ويا أخي طريطة بعد الفلوس ما ألها مثيل فوافق يشتري جهازي لما يصل من الإمارات وبالمقابل يأخذ مربح بسيط وكنت على وشك اشتري بلاك أوب سيكس فهي أحدث لعبة نزلت وأريد أقارنها بين الجهازين لكني تراجعت بآخر لحظة فأمتلكها على البي سي بس يا أخي والله كان كفو اللي يخذ اللعبة جربها ورجع لما تنتهي بسم الله ايه والله تشكر الله السلام عليكم جد الزلمة كثير كفو معي اللي بده يشتري شيء من أسطنبول يجي لعند مسعود وبهذه اللحظات بدأ حماسي زيد فما صدقت أني حصلت على الجهاز قبل وصوله فكا لسه بدي أستنى أربعة خمسة أيام لحتى يصل حاجة حاجة بسم الله فالأمر اللي ذات فضولي أني تجنبت مراجعات الجهاز فأريد معرفة وضعه كلاعب دفع سعره من جيبه ويجربه لأول مرة وأول شيء ردت أشوفه هو مقارنة العلبة فما زلت أحتفظ بكرتونة الفايف وهذه المرة الجهاز كسر القاعدة فعادة لبرو هو الذي يكون أكبر حجما من العادي ويا أخي إذا شخص جديد على الألعاب يريد يشتري بلايستيشين وشاهد شعار الأيد كي على القديمة وفور كي على الأحداث فسيظن أن هذا هو الأحداث ويشتريه فهي نتيجة الكذب يا سوني دوما تعود بالضرر على صاحبها والأضرب أني دفعت سعر كبير وبالنتيجة حصلت على رسالة توضح عدم وجود محرك الأقراص وصدقا كانت هاي أول مرة أشعر أني أكره هذه العلامة لهالدرجة الفرحة اللي شعرت فيها بالفداية ما بعرف ليش تلاشت مع رؤيته حاسس أنه لازم الجهاز يفرحني بأداؤه يعني والله سعره غالي يا أخي ونعم شعرت بألم في القلب مع فتح لوصاقات الجهاز فبحركة واحدة نزل سعره للنصف ولحسن الحظ وجدت كبلات التوصيل مرفقة فلسه لم يتم لطشها والأحلى كان وجود اليد صدقا يا شباب فرحت باليد أكثر من الجهاز والسبب هو كثرة أعطال اللي عندي فهيك بصير في عندي وحدة إضافية إذا الخربت وخوفا من تضرر العلبة فتحت ما تبقى بحذار وما أني شعرت أن جودة التغليف تحسنت قليلا عن السابق إلا أن شكل الجهاز صدمني حقيقة الإمارات؟ أيوة الجهاز أخدته من تركيا وطلع إماراتي والصدمة الأكبر أنه لم يبدو بنفس الفخامة التي شاهدت في العرض الترويجي وصحيح كان نوع البلاستيك في الخلف أفضل من نسخة لسليم إلا أن خامات الجهاز الأول ما زالت هي الأفضل بدون منازع أما شفراته الجانبية التي على أساس ميزته أعطته هيبة قوية في الإعلان عجزت أن توصل لي نفس الإحساس في الواقع ويا أخي انصدمت من بخلهم فقطع تمرير الهواء السوداء اللي طعط الجهاز الشكل الفخم مزالة من القسم العلوي بالكامل معطية إياها أحساس رخص الثمان والأمر المضحك كان لما وضعت الجهازين بجانب بعضهم فشعرت أن الليبرو هو الجهاز الأيمان ويا رجل كنت مستعد أتحمل كل هذه العيوب الشكلية فالأهم بالنسبة لي هو سهولة الحمل والتنقل وهذا يعتبر الأمر الإيجابي الأول وكان هذا كل ما أتى بداخل العلبة وعن جد هالمسعود جبر بخاطري الله يجبر بخاطره فيبدو أني فرحت بالقرص وقبضت الفايف أكثر من الجهاز نفسه وقلت لأعرف قدرة الجهاز الحقيقية لازم أزيني الأكس بوكس فما بعرف لش تسويق سوني أقحمها في المقارنات فالأجدى أن تتفوق بلايستيشن على نفسها في الأول قبل ما نقارنها مع الغير أشو تفوقت؟ تفوقت كتير كمان فما أدري مين الغبي اللي صمم مداخله الخلفية فهل يوجد شخص عاقل يضع مخرج الصورة في منتصف الجهاز؟ هيك هيك بدو يطلع شكله شوه المنظر ها شوفهم كلهم تحت ظهري بينزله وراء الطاولة بسم الله وما بنكر أني لما رأيته يعمل استعدت القليل من سعادتي المفقودة وتمنيت أرى شيء خلال خطوات الأعداد يشير إلى أن جهازي هو البلايستيشن فايف برو فكل قوائمه كانت مثل العادي تماما وكان نقل الألعاب هو الشيء الذي يشغل تفكيري في هاي المرحلة وأذكر أني نقلتهم من خلال كبل انترنت أيام الفورو برو وفعلا حاولت استخدم نفس الطريقة فهي موجودة إلا أن هذا الأسلوب لم ينجح حتى عملية نقل البيانات متراجعة عن الجيل السابق والمكان الوحيد الذي رأيت فيه رمز لبرو كان المتجار شان يجب روني اشتري المزيد من الألعاب تحت اسم العناوين المحسنة واللي تضمنت 55 لعبة أما في الأعدادات فظهر لي خيار يدعى تحسين ألعاب الفور وكان مطفق ويحتاج تفعيل ومن ثم وضعت الألعاب على التنزيل فكان هذا حلي الوحيد ورحت أنام على أمل أشعر بقوة البرو في اليوم التالي وبدأت مع سبايدر مانتو وكان أهم سؤال في عقلي هل سأستطيع رؤية الفرق بالعين المجردة أم سأحتاج مكبير وثاني سؤال كان وضع الأعدادات واللي اكتشفت فيها كذبة سوني الأكبر فما زلت أذكر كلام مارك سيرني عندما قال أن اللاعبين يقعون في حيرة حيرة الاختيار بين طوري الدقة والأداء ولذلك هذا هو جهاز البرو الذي سيعطي كل الأمرين في وقت واحد تللي في وقت واحد فعالواقع قاموا بتبديل طوري الدقة والأداء بالدقة برو والأداء برو وللأسف الشديد بطور الدقة برو شعرت بثقل لفريمات وكأنها ثلاثين وصحيح كان ثقل أقل من الفايف إلا أنه ما زال موجود واضطريت أني اختار الأداء برو لأخذ السلاسل الكاملة ولاحظت وجود أعدادات أكثر بالنسبة لتتبع الأشعة وأصبحت متشاعبة وكأني ألعب بأعدادات بي سي وللصدق حاولت أجد بقعة ماء حتى أرى انعكاساتها إلا أني ما اجتمعت بأي واحدة ومن ثم أخذني الفضول إلى البلاي ستيشن 5 العادي لعل عيني المجردة تستطيع رؤية الفرق وفتحت اللعبة بنفس المكان ودققت قدر الإمكان يعني حاسس أني وصلت لنتيجة بس خلينا نشوف لعبة تانية حتى أتكى وخياري الثاني كان هورايزين فوربيدن ويست والتي أيضاً تبعت نفس الأسلوب المخادئ وأضافت كلمة برو لكل من الضقة والأداء ويقول المثل كأنك يا أبو زيد ما غزيت وللصدق طور الضقة لا يلعب فهو ثقيل جداً رجعنا لنفس المعادلة عم ترجع تختار بين أداء وضقة يفترض يكون طور واحد اسمه برو وصحيح الرسومات رهيبة بس وقت شغلتها على الفايف العادي أيضاً كانت رهيبة وليت لابد تشوف فرق ألعاب البلايستيشن فور على كلا الجهازين وشغلت ديس قان وقارنتها ونعم شعرت بأنها أفضل لكن بنسبة ضئيلة تماماً مثل ما شاهدته مع اللعبتين السابقتين ولأحسم الأمر قلت لازم أجرب ألعاب كانت رسوماتها سيئة على الجهاز القديم فشغلت داينغ لايت 2 وصدقاً لم أستطع لعبها على طور الضقة ففريماتها 30 وتجربتها سيئة لكن وقت لعبت على طور الأداء شفت شيء مختلف تماماً وأستطيع القول أني شعرت بتحسن جيد في الرسومات وقد يصل إلى 20% صار فضولي أعرف كيف كل لعبة ومطبق موضوع البرو لأنه شكله كل واحد مطبقه على كيفه وكان من المنطق أن كل الألعاب تلتزم بطور واحد يدعى بلايستيشن فايف برو تماماً مثل ما عملت لعبة ديمون سولز فحافظوا على أطوار البلايستيشن فايف السابقة العادية اللي هي الأداء والضقة وأضافوا خيار جديد اسمه بي اس فايف برو يعطيني أعلى ما يستطيع من كلا الطورين تماماً مثل ما قالوا في الأعلان هاي أول لعبة حسيتها عملة شيء منطقي فبهذه الطريقة استطعت أرى الاختلاف مباشرة أو بالأحرى ما رأيته فالتمييز بينهم كان صعب وشعرت أني عم أظلم الجهاز يعني من غير المعقول يكون التحسن قليل لهذه الدرجة فشغلت راتشيت أند كلانك وللأسف أعادتني لطور الأداء برو والضقة برو والحقيقة كأنهم يريدوا يضيعوني كمستخدم بالخيارات المعقدة حتى ما أسأل كثير عن التغيير والنقطة الأهم أني كنت أريد أجرب أقراص ألعاب محددة حتى تكتمل فكرتي وكان في ببالي خطة أني أطلع لعن صديقي اللي أخذ مني لبلايستيشن سليم واستعار منه قارئ الأقراص لكن قلت الموضوع حيكون محريش فعملت حساب ذلك من زمان فمن شهرين وصيت الشباب يشتروا لي قاعدة وقارئ الأقراص وأخذتم منهم خلال سفرة دبي اللي حضرت فيها حدث كولف ديوتي ونعم هالقطعتين كانوا في المكتبة كل الفترة التي مضيت فالأمر الذي اكتشفته لحد الآن أن البلايستيشن برو ليست برو وتحتاج إضافات ادفع عليها فلوس حتى تعطيني التجربة الكاملة فقارئ الأقراص لوحده كلفني 150 دولار وهذا سعر متجر رسمي في الخليج ونعم تركيبه كان سهل وما في مشاكل على عكس تركيب الذاكرة الخارجية فجدا تعذبت باستخراجها من الجهاز القديم بسبب البرغي الخربان أما القاعدة فكانت هي لمصيبة الأكبر فغير إنها بـ 50 دولار جودة برغي التثبيت فيها سيئة جدا فبعمري ما شفت هيك شيء يصنع من البلاستيك فالبرغي يعجز على أن يثبت القاعدة بإحكام وبعد التركيب شككت أني عملت شيء غلط فأطراف القاعدة غير متناظرة فمن طرف بارزة ومن طرف لا واللي أدى لعدم توزيع الوزن بشكل جيد لكن طلع هذا هو الوضع الطبيعي والمشكلة أن شكلها قبيح بالوضع الأفقي فقالت مالي غير أقبل بالأمر الواقي ولحسن الحظ تم قبول ألعاب الـ SSD مباشرة وهذا سمح لي جرب المزيد من الألعاب فنعم حبيت وضع الرسومات بـ Ragnarok لاتباعها الخيار المنطقي وتخصيصها طور جديد كليا اسمه PS5 Pro يعني هاد أوقات عم يشتغل وأوقات لا هلأ هاد يعتبر شغال لكن الصورة ما عم بدر راحز الفرق على عكس وضع Final Fantasy و Dragon's Dogma فكانت ملاحظة التحسن فيهم أسهل بكثير وقد يكون السبب أو مو قد يكون هذا هو السبب إنهم ألعاب كانت تشتغل بضقة ضعيفة على الفايف ولذلك قدرت لاحظ التحسن على الـ Pro أما الألعاب اللي بالأصل كانت جيدة مثل سمايدر مان 2، راغنر وكراتشيت، هورايزين فصراحة يصعب رؤية التحسن البصري فيهم فالفرق بين الفايف وليبرو أشبه برفع جودة الصورة من متوسط إلى مرتفع على الـ BC ممكن تلاحظه بألعاب وبألعاب أخرى ما تلاحظه وللصدق كنت جدا متحمس للجهاز لأعرف وضع الـ VR وإذا كان في أحد متحمس بحب أن يقول له لا تتحمس فبريزينت إيفل فيليج ما قدرت لاحظ أي فرق أما بـ Gran Turismo فشعرت بتحسن طفيف قد يصل إلى العشرة بالمئة وحتى مع أجدد لعبة نزلت بلاك أوب سيكس كان لها نفس الأطوار تماما على كل الجهازين إلا أني لا أنكر أني شعرت بتجربة أفضل على الـ Pro ممكن من ناحية الصورة أو بناحية ثبات الفريمات لكن بشيء بسيط ولا يبرر الفرق الكبير بالسعر والمصيبة الآن أنه أصبح عندي قطعتين من جهاز ما لولزوم وإن شاء الله ما يتراجع مسعود عن وعده ويقبل يشتري مني الجهاز فلو وصلت للنهاية أرجو تشترك بالقناة فصدقل الحصول على الجهاز تعقبني واكتب لي هل يقبل يشتري مثل ما وعدني أو لا يقبل خذ مني قلب والسلام عليكم